وسط حجد من الطلبة والخريجين احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتخريج دفعة أغسطس 2021 من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال بالأكاديمية نحتفل على مدار خمس حفلات بتخريج كوكبة من الخريجين متميزين ومؤهلين وحييفخور بهم جدا مختلف التخصصات دكتوراه في إدارة الأعمال باللغة العربية وباللغة الإنجليزية بالنمج ماجستير إدارة الأعمال في تخصصات مختلفة تحول الرقمي ده كان أكتر الحاجات اللي نجحت الدراسة في الكلية الحمد لله في أماكن كتير تعطلت وكان عندها مشاكل يعني مسبب أنها ما عندهاش تكنولوجيك الارم يقدر يخدم التعليم الحمد لله الأكاديمية عندها الإنفراستركتر بتاعتها الإيتي إنفراستركتر بتاعتها كانت يعني إحنا ما وقفناش ولا يوم ككل دراسات عليا إحنا بنخرج طلبة من جنسيات كتير مختلفة سواء من السعودية من اليمن من ليبيا من دول عربية شقيقة فلسطين طبعا بنقدر أن إحنا يعني إحنا الهدف الهوية بتاعتنا هي هوية عربية مش هوية مصرية فقط لكن طبعا بنشرف أن إحنا على أرض مصرية وبنقدم كل الشكر والتقدير لدعم الحكومة المصرية للأكاديمية العربية اللي هو التكنولوجيا والنقل البحري لكن طبعا إحنا بنقدم خدمتنا وبنحاول أن إحنا نشاع نور العلم والمعرفة على مدار الدول العربية كلها عشان نقدر نحق أكبر استدامة أكبر عائد على هذه الاستثمارات لابد من الإدارة ملناش حالة الإدارة والقيادة فالأكاديمية واخدى على عاطقها هذه الرسالة إحنا شايفين قدامنا كنز بشري في مصر شباب أكثر من رائع طموح لا يبخل لا يتدخر فكل دول هم نفسهم بيتناقشوا في حلقات دراسية خبرات بتنقل منهم بعضهم إلى البعض أسدزتهم بيعلموهم منهجيات بيعلموهم خبرات بيعلموهم إزاي يقدر يستكشف إزاي يبحث إزاي يستنبت إزاي يستنتج إزاي يدير هو ده العملية اللي احنا بحرصين عليها وبالتالي بنشوف نمازج بتتخرج يعني الواحد بيشوفها بعد كده في كل حتة يعني في مراكز المسؤولة اللي هم فيها شيء مشرف شيء رائع وخلال سنتين شهدت العديد من التحديات أبرزها جائحة كورونا استطاع 767 دارسا الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في إدارة الأعمال بالقسمين العربي والإنجليزي بفضل ما تقدمه الأكاديمية من أساليب متطورة في الدراسة والتعليم عن بعد الأكاديمية كانت موفرة الموضوع دوت وكانوا سابقين دايماً بخطوة أولاً كانوا جاهزين جداً جداً في الفترة فترة الكورونا إنهم إزاي الدكاترة كان عندهم الكفاءة والقدرة بلس كمان انتعرف دلوقتي فيهم دايماً مشكلة في الإنترنت والخطوط اللاندلاين والكلام ده فالأكاديمية كانت جاهزة وقدروا إنهم يتخطوا المرحلة دي بنجاح تام لدرجة نحنا في الأول طبعاً كان في بعض الاعتراض من بعد الزملاء لكن دلوقتي كل الناس بتنادي إن احنا نقدر نكمل أونلاين أنا شخصياً من السعيد وكنت بدرس أونلاين فبالتالي وفر علي حاجات كثيرة جداً غير إن جودة وتمايز التعليم عندهم حاجة ممتازة بصراحة يعني والأساتز عندهم حاجة فوق الوصف في جودة التعليم الصراحة كانت صعبة طبعاً بس الحمد لله عدت يعني وفي ظل طبعاً الكوفيد 19 ده طبعاً عزبنا شويتين بس الحمد لله لا طبعاً أدي الموضوع في صعوبته وكان صعب جداً لكن طبعاً النجاح لما بنوصل للآخر بيبقى كل حاجة خلصت خلاص كل التعب نسيناها أنا شغلي كله مرعقاري فدني كتير طور معي كتير طور معي في المجال فتح معي جامد يعني أنا إن شاء الله بإذن الله ناوي كل اللي أنا درسته أبتدأ أطبقه عملي لإنه هيفدني كتير وهيفد معافة الشركة إن شاء الله بإذن الله لازم أفضل أتعلم على طول عشان أقدر أحقق متطلبات العصر واللي إحنا موجودين فيه دي رقم واحد رقم اتنين إن أنا محتاج ده في شغلي عشان أقدر أتأهل لدرجات أعلى وأبقى جاهز لإدارة المكان اللي أنا فيه أو الأماكن الأخرى أو حتى لو عملت البزنس البرايفت بتاعي أقدر أديره بطريقة علمية سليمة طبقاً لأحدث أصول الإدارة كدماية في الحقيقة الريبتيشن بتعيتها فيما أختص بالأم بي آي والدي بي آي عالية جداً الناس نشيطة بيحاولوا اشتغلوا على نفسهم فعلاً كتير تحدي عمتاً إن أنت يبقى فيه هدف قدامك الهدف أنت بتسعى إليه من فترة طويلة بتعمل الوسائل المطلوبة منك بصورة علمية عشان تحققه وده اللي بيتتصق في الحقيقة مع الرؤية حتى بتاعة مصر عشرين ثلاثين فيه فرق ما بين إدارة التغيير وإرادة التغيير منارة للمعرفة تسعى دائماً لتلبية احتياجات مجتمعنا العربي من عناصر بشرية منتجة وفعالة من أجل النهوض بأوطاننا علي عامر MBC مصر